تأسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة وذلك خلال استقبال سموه لهم في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بالسفراء الجدد وأمنياته لهم بالتوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم في تحقيق مزيد من التقارب والتعاون بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص دائما على توثيق روابط الشراكة مع دول العالم وقد تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أوراق اعتماد كل من سفراء جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا وجمهورية غامبيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية كوريا وجمهورية أذربيجان حضر مراسم تسلموا أوراق اعتماد السفراء الجدد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين ترجمة نانسي قنقر